السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم راح نشرح طريقة تشغيل خراط جوجل ماب بدون انترنت فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كلها عليكم تسوونها تفتحون خراط جوجل ماب راح تظهر معاكم الواجهة بهذه الطريقة من هنا تروحون على ايقونة الحساب الخاص فيكم راح تفتح معاكم هذه الواجهة من هنا تروحون على الخراط المتوفرة بلا انترنت تضغطون عليها فمن هنا يا شباب تضغطون على هذا الخيار اللي هو تحديد خريطتك في البداية يا شباب طبعا لازم يكون عندكم انترنت لأننا رح نحمل الخريطة بشكل مباشر فرح تفتح معاكم هذه الواجهة الآن هذه الحدود الزرقة اللي هو المكان اللي رح تحملونا فإحنا رح نحدد المدينة بالكامل تقدرون تحددون فقط المدينة اللي أنتوا فيها أو تحددون الدولة بالكامل بشكل كبير كذا فنفترض الآن يا شباب نحمل هذه الحدود فقط فمن هنا تضغطون على خيار تنزيل فكذا الآن يا شباب حملنا مساحة الخرج بالكامل فنقدر نتنقل من أي نقطة لأي نقطة أخرى بدون انترنت ولكن يا شباب في ملاحظة بسيطة لو تلاحظون تنتهي صلاحية هذه الخريطة في 6-8-2024 فبعد سنة من الآن رح تنتهي صلاحيتها وإذا حابينكم تحملونها مرة ثانية وبعد كذا تستخدمونها بدون انترنت تقدرون تسوين نفس الحركة فالآن يا شباب بهذه الطريقة حملنا خريطة الخرج وتقدرون تتنقلون من أي مكان لأي مكان آخر بكل سهولة وبدون أي انترنت فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسوين دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة